بس الخير عليكم حبيباتي اميراتي وشراكم كيف الحوال ان شاء الله تكونوا كامل بخير وهذا الفيديو تلقاكم كامل كامل بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي وصفتنا نهال يوم اللي هي طاجين الزيتون كي ما راكوا تشوفو اهنا يكو ترفقتو هنا يا بالجزر كي ما راكوا تشوفو اقعدوا برك معاي اللبنات يعني هاد الوصفة تحت طاجين زيتوتو بزاف بزاف بني نروع عالبنات اقعدوا برك معاي من اللو والاخر نشوفو كيف كيف طريق التحضير والمقادر يعني انا وان راكوا تشوفو كيف حقيقة لا تراتي لبنيا تشوفو كيف طريقة قوم نبيع القناة يعني انا نقليهم شوية مليح في السمن هاداك يعني نقلي بهم في الجهتين كي ما راكوا تشوفوا اهنا اون بعد اهنا حكمت البصل ووالا كي ما راكوا تشوفوا هنا احبة بصل كبيرة سكريفشتها ها الطريقة هادي يعني سكريفشتها مليح مليح قدتكم انا الحاجة اللولة اللي نديرها حكمت زجم غارة فتاغ مغرفة ونص هكذا تاع السمن سخنتها قبل المليح وما تحكمت الدوك بيستوعي يعني نقليهم قبل في ذاك السمن اون بعد باش نضيف البصل انا اون فوالا دوك نحرك هكاي ما نحشي داع المقلا قدرة عفوا ومبعد نضيف هنا يا مغرفة كبيرة تاع التوم ونزيد نضيف عليها التوابل واللي هي هنا دا شوية تاع الملح يعني يبقى اختياري كل واحد كيفش يدير الملح اديالو وهنا ندير مغرفة كبيرة تاع الزعفران فوالا ونزيد نضيف عليها فلفل اسود هدي هي قوت لكم هنا كوت حكمت انا البنات سمن دا شوية تاع السمن ومبعد نقلي دوك بيستوعي مليح مليح يعني البنات تاني في ذاك السمن هاداك ومبعد نضيف عليها حبة بصل اكبيرة كيمشتوا معايا كوت سكر تجتها على الطريقة هادية وضفت لها شوية تاع الملح ووزت لها انا الكركم وففل اسود هذا ما كان بالنسبة للتوابل وهنا يا بلد بعد ما تبالي مليح البصل نضيف لها الماء يعني من رقب الماء سخون لبنات حتى يجوز على الدجاج اديالي فوالا بها الطريقة هادية يعني الوصفة تاع الطاجين الزيتون لبنات سهلة لبنات يعني ما كاش لي ما يعرفهاش حتى المبتدئات يعني طبعه من اللو والاخر يعني طريقة جد سهلة وانا كنت ضفت لها البنات يعني زعفران يعني بش تمدرك اللون المليح حتى الدوق يجي بزاف بزاف ابني وحنا يا يعني بعد الدجاج تاعي بداي تخلو طياب نضيف حنا يا الجازر واللي هي احنا قولها في الجزائر الزرودية فالا هنا كنت حاكمة جي حبات تاع الجازر كنت قطعتهم على طريقة هادية دوائر كنت ضفتهم على طاجين الزيتون اديالي وانتو ما يبقى الاختيار لكم يعني تقدروا تدروا ما من الشامبينيون حاجة اللي حبيتها انا كنت فهد طاجين زيتون درت الجازر وهنا طبعا طاجين الزيتون نضيف الزيتون هنا الزيتون تاعي اللبنات طبعا بعد ما نحيت لوداك الملوحية غسلتو اربعة خطرات هكاك ومبعددتو عد طاجين زيتون تاعي سينو لم تغسلوش ملاح راه يجيكم طاجين زيتون معلكم مالح وحنا يا بعد ما طابلي الدجاج تاعي فالا لبنات نحيهم المريقة شوفوا البنات اللون تاع الدجاج كش خرج لي البنات اي شاهي شاهي دوكو شندير هنا نحكم شوية تاع المرقة دوك شوفوا معايا يعني نحكم شوية تاع المريقة نحي منها هكاك حباري تلتم غارف كبار تاع المرقة ومبعد نضيف عليها نصف مغرفة تاع فارينا اهنا دات الفارينا لبنات وكان لي حبي يدير ما يزينا انا فضت الفارينا خير يعني كل واحد كيفاش يحبي يدير انا هنا دفتت نصف مغرفة تاع فارينا ومزي لها عصرة تاع القارس كي ما راكو تشوفو اهنا ايا واني خلطها مليح في المرقة ديالي هادي الخلطة اللبنات نديرها يعني بشتاقد للمرقة تاعي وجيني بزاف ابنينا فالا ونعاود نحط الشريحة التاعليمونتاعي داخل المرقة تاعلي قد لكم تلتم غارف وهنا حبيباتي وش ندير مجيها اخرى عندي هنا دوك ويستوعي هادوك وش ندير نضيف لهم شوية مالقارين ونحطها يعني تحمر لي في الفوق يعني هدي لمسة اختيارية تحبوا تخليو هكذا انا حفضلت يعني زدنا نحن نديرو في الكوشة يحمر لي وهنا كما راكو تشوفوا يعني المرقة التاعلي كنت نحيتها نحيت منها حوالي 3 مغارف هكا كبار كنت ضفت لها نص مغارفة تافارينة تقدروا انتم تعودوا الفارينة بالميزينة هنا قد لكم انا فضلت الفارينة ويرتلها عصرات القاس كما راكو تشوفوا ودرت هنا يعني شريحة تاعليمونتاعي هنا لبنات ونخليها تتجمر لي حوالي 5 سقائق هكا ونطفي أعليها فوالا هنا كما راكو تشوفوا بعد ما تجمرتلي يعني المرقة التاعي تاع الطاجين زيتون هنا تدوك ويسكي ماشتوا معايا قد لكم على الأول أنا قدرت لها شوية الماغارين ودخلتها للفوق يعني باش تحمر لي على هاد الشكل هدايا فوالا هنا لبنات هذا هو طاجين زيتون تاعي إن شاء الله تجربوا هاد الوصفة هدية وتنال إعجابكم نقول لكم ونأكد لكم لبنات يعني هاد الوصفة تاع الطاجين زيتون يدتها بزافرة لبنات جيت بزاف بنينة حتى لو انتها جاي شاهي لبنات إن شاء الله تعجب لكم كامل هاد الوصفة هدية وتنال إعجابكم هدية حبيباتي ونقول لكم بارتجوا الفيديو هدا مع أحبابتكم ومع أصدقائكم ما تنسوا نشتركوا بلايك واشتراك في القناة لي ماريش مشتركة ليصلكم كل جديد ونقول لكم مع السلامة إلى وصفة أخرى إن شاء الله في لامان اشتركوا في القناة